دعونا نأخذ معلومات بسيطة عن مكتب الدعوة في الروضة هذا المكتب أسس عام 1413 كان بموافقة من سماحة الشيخ عبدالله بن باز وكذلك بتزكية من الشيخ محمد بن حيامين ومن سماحة المفتي الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء وكذلك عندهم مناشط كبيرة ومتنوعة وعندهم ترجمة لكثير من اللغات والمناشط الدعوية وإقامة المحاضرات والدروس العلمية ومشروع عندهم جميل جداً المشروع الفقهي في الدين عندهم الوقف هذا الثاني في مكة المكرمة في داخل منطقة الحرم الآن وصلوا ما شاء الله تبارك الله من تغطية إلى ستين في المية من المبلغ همتكم يا جماعة الخير ونبي إن شاء الله الجميع يشارك لو بأقل القليل أنتم على جر وعلى فضل وعلى خير بإذن الله عز وجل وقف الروضة بمكة عمرك يفنى وأجرك يبقى